بسم الله والله وكفا وسلام على عبادي الذين استفعوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار يا رب الجنة والنار أما بعد سلام عليكم ورحمة منه وبركاته وارغوة ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهل وغفل هذا ماشي دائما يذكك ربيق بل ما يسختك وعليش بأن آدم والجن اتفقوا في معظمهم على أن يكونوا من الغفلين لماذا؟ لأن الشيطان توعد ذرية أبينا آدم عليه السلام وذرية الجن كذلك بتحريف مسارهم يعني ماشي ببالهم عندهم رب أو أرباب وذلك الحقيقة ولا بد من التبسك بها والذود عنها والاستماتة في الدفاع عنها والذود ذا يعني يعمي ويصم تدود عن أمور متخيلة نابعة من قلوب مريضة وعقول مظلمة وبا تقول أنا لحق الكلاب العرب هكذا كرب هكذا حالهم عبر التاريخ والقلابهم على سنة الرسول عليه السلام انطلاق من نزال بين قبيلتين من قريش يعني قبيلة النبي عليه السلام وقبيلة بني أميلا لعنة الله على أكثرهم لآن يعني العرب هون شامين جاتوا من الضربة المتكررة لماذا الخزي وراء خزي وغفلة وراء غفلة ومذلة وراء مذلة ونفق غير معقولة بالمال غير حلال ولمشهر من الله هذا كل من الإسلام وإذا كانت أنتم مسلمين يا أخويا عطيون عليش مسلمين كيفاش تحققتوا اللي أنتم مسلمين بالله العظيم حسب نعرف اللي أنتم أول ناس يعني حاربوا بالإسلام ولسه عبر التاريخ بكله بالتمام محارب ولكن يستحيب أي جماعة تقر الإسلام ذلك لأنه ينبي إلى قيمسع وتوفوا أنتم ماذا هذه الدولة الإسلامية الفاتية لتأي إسلاميك حاربوا وشربوا وغربوا في مقدمتهم الكرب وليقوا تيوم الكلب نصوه في دم أمريكا المتخذة وغيرة وغيرة ومع ذلك دائما خططه تتنوى وتكريكاته تبهر واستراتيجياته تضيع كل من يحسب ألف حساب لأي استراتيجية قد تبرز على الساحة العالمية إذا نعلم ألي لابد وإن قلت في هذه الدولة أنها ليست بالإسلام فأنتم أفاكونوا كذبون وواقعين تحت السلطان إبليس خَلَّكُمْ مَدِلْهُسْنِيَا لابد من أفاكونوا كذبون لابد من أفاكونوا كذبون والسلام والسلام حساباتي شكرا